شكرا لك مهران كما كنا نتحدث منذ قليل مبدأ صفر نفايات أي إعادة تصنيع نفايات فكرة ينادي بها ويعمل لترسيخها مهندس لبناني تخصص في تطوير تقنيات ومصانع لتدوير النفايات البلدية سيكون معنا بعد قليل مباشرة على الهواء نتحدث معه أكثر اللبناني زيادة أبي شاكر الذي أنشأ شركة هندسية تبني مصانع تدوير لإنتاج أسمدة عضوية من دون ترك أي مخلفات بل يعاد تدوير النفايات إلى شكل جديد للاستفادة منها مرة بعد أخرى ويسعى أبي شاكر إلى تطوير مجتمعات صفر نفايات بتطويره تكنولوجيا جديدة تحول الأكياس البلاستيكية إلى لوحات بلاستيكية صلبة تستخدم خارج المنزل لتحل محل الألواح الخشبية والفلادية يسعى أيضا زياد إلى التطوير التقنية من أجل مصادر للطاقة قابلة للتجديد للمزيد ينضم إلينا من بيروت المهندس البيئي والصنعي زياد أبي شاكر زياد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بصباح الكاينيوز عربية بداية لو تشرح لنا هذه الفكرة فكرة صفر نفايات يعني إلى أي مدى هي بالفعل يمكن تطبيقها على أرض الواقع صباح الخير أول شيء منا فكرة خيالية أبدا يعني آخر شيء لما واحد بيجرب يفهم شو هي هالنفايات هالنفايات ما هي إلا مواد كانت تستعمل من قبل المستهلكين يعني هالكيس النيلون يلي كنا عم نستعمله نحنا تنحط فيه أغراض هيد المادة المعمولة منه مادة بلاستيكية كتير منيحة وبتضاين كتير وهي ضد الماي فكرة أن تروح تنكب بمطمر أو تنحرق فكرة يمكن تخطاها الزمن اليوم التقنيات الهندسية موجودة كلها أنه نرجع هالكيس نفرمه ونعيد استعماله بشتى الاستعمالات لازم نبلش نفكر أنه ما في شيء ما في مصطلح اسمه نفايات نفايات يعني عم نوقف عملية التفكير بها المواد هيدا ونروح نرميها أو ننفيها هيدا من هون مشتقى كلمة نفايات هي أنك تنفي شيء موضوع معالجة النفايات رح يكون يمكن أكبر مجال لخلق وظائف خضرة ووظائف مستدامة ضمن الاقتصاد الأخضر يلي كل العالم اليوم عم بيبشر فيه طيب إذا بتسمح لي أتكلم معك ببساطة أكتر زياد يعني بجزء بات الموضوع خلص كثير ناس فهمينه المهندسين من يقوم بعمليات إعادة التدوير أنه يمكن تحويل أي شيء إلى شكل آخر يمكن الاستفادة منه أين أو من أواعني فيات ولكن المشكلة أنت يعني أنت تروج لفكر وإقناع من حولنا بهذا الفكر هو صعب أنه يقتنع بالفعل أنه هالنفايات ممكن أنها تتحول لشيء آخر هو معضلة كبيرة زياد أمام من يروج لهذا الفكر الآن في عالمنا العربي تحديدا مشان هيك ما كتير عم نتكل على موضوع الترويج وموضوع الحكي إذا بدنا ما عم نعمل شيء إلا ما نكون دعمينه بتجارب وبأبحاث وحتى عم ناخد هالتجارب وهالأبحاث وعم نطبقها نحن يعني نحن نتحمل مسئولية حسن سير هالعملية ونبرهن أنه بالفعل فيك تجيب نفايات منزلية على مصنع فيك ترجع تفرزها كلها وفيك ترجع تعيد تصنيع التدوير هو إعادة تصنيع لما تقدر تعيد تصنيع كل هالمواد هايدي وتبرهن أنك ما أنك بحاجة إلى رمي أو إلى حرق أي مشتق منها بأعتقد هايدي أحسن بكتير من ما أنك تكون عم بترويج وتحكي وتقول لازم نعمل هيك ومن المفترض أنه نعمل هيك أحسن شيء تروح تعمل وتبرهن ولكن زياد أود أن أفهم منك اليوم هل هذه هي مبادرة فردية أنت تقوم بها يعني هل هناك من يدعمك كيف تقوم بتطبيقها على الأرض هل هناك تعاون أيضا مع البلديات المحلية نحن شركة هندسية بيئية من الكطاع الخاص اختصاصنا هو نعمل أبحاث وتطوير على تقنيات معالجة النفايات التعاقد معنا بيكون مع البلديات نعم يعني البلدية هي مسؤولة الأولية عن ملف النفايات فهالتجارب كلها ويمكن الصور اللي عم تمروا هلأ وعم بيشوفوها هي نعملت مع بلدية بيت مري بمنطقة المتن بي لبنان اللي هي كانت تسباقة أن تبادر لتلاقي حل تعرفه لبنان له سنتين عم بيعاني من أزمة نفايات كتير حادة فينا نقول بكل صراحة أنه يمكن بيت مري هي البلدة الوحيدة أو المدينة الوحيدة يلي قدري تتجاوب مع هالكريزة وتكون حلة المشكلة بدون ما تلجأ إلى طمر أو حرق أو أي شيء ولكن عندما تقومون بتدوير المواد يعني هل تقومون أيضا باستخدامها كطاقة بديلة أو تقتصر فقط على إعادة لربما استخدامها بمواد أخرى كما تحدثنا منذ قليل المواد البلاستيكية تقومون أيضا بتحويلها إلى مواد بلاستيكية أخرى هل هناك أيضا تحويل إلى طاقة بديلة قد يستفيد منها المنطقة لا نحن مش من محبزي إنتاج الطاقة من النفايات لأنه الإيمة تبع هالمواد يلي يعاد تصنيعها هي أعلى بكتير من إيمة أنك تروح تحرقها وتاخد الحرارة يلي بدأ تطلع منها اليوم أنك ترجع تعيد تصنيع طون من أنينة المي بتخلق لك تقريبا اليوم السوق تبعها بتخلق لك شيء 1300 دولار بالطون اليوم ما فيه ولا طون طاقة عم تدفع حق 1300 دولار هي الطاقة سعرها متدنة كتير فإذا غير مجد أنك تخلق طاقة من حرق البلاستيك أو حتى من إنتاج غاز الميتان زياد يعني الوقت عم يسرقنا بالمقابلة بس من الواضح أنك كثير متفائل وهذا شيء كثير حلو وعم تتكلم وعم بتدعم كلامك بنتائج واضحة زياد تفاؤلك معدي ولا مش معدي يعني قمت بعدوة شركات أخرى عم بتشوف نتائج مماثلة لنسخ ما تقوم به زياد معدي ما بعرف أنت شو حاسس هلأ يعني إذا إذا صدتك العدوى ولا بعد كل شي عم نقوله أنه معالجة المفيد منه هالشي مستحيل أميح فإذا يعني عم نعمل شي منيح بدي أقول شغلة بدي أقول شغلة هيك بسيطة قبل ما قبل ما نختم في تقرير للجنة التنمية العربية طلع مش من زمان عم بيتحدث أنه المنطقة العربية ككل مضطرة تخلق 60 مليون وظيفة من هلأ لسنة 2020 يعني بعد معنا ثلاث سنين بدنا نخلق 60 مليون وظيفة لحتى كل هالشباب يلي موجودين بالبلاد العربية يكون عندها أشغال ما عنا غير خيار أنه نرجع نعيد تسنين وتصنيع جميع أنواع النفايات اللي عنا مش بس النفايات المنزلية فيه النفايات الصناعية فيه النفايات الطبية والفرمشنية فيه المجرير فيه عنا اليوم مجالات أننا نقدر نخلق بالقليلة نص قيمة هالوظائف بس من إعادة تدوير نفاياتنا بكل الفئات اللي هي موجودة فيها خلينا نفكر بهذه الشغلة يعني على كل حال نحن نتمنى لك كل التوفيق زياد وكما قال جرينا نتمنى أن تكون هذه المبادرة معدية شكرا جزيلا لك حدثتنا من بيروت المهندس البيئي والصناعي زيادة بشاكر شكرا لكم